مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك نعم تشرفنا و تنورنا في بلاتو برنامج اليوم كيفما كتعرف مؤخرا وجهنا العالم وجه الأزمة كوفيد 19 بثاف ديالناس مجموعة من المشاريع البسيطة مقاولة صغيرة مقاولة مجموعة من المهال الحرة لتأطروا بشكل كبير هذه الأزمة لم يكن نعيش أو العالم نعيش هذه الأزمة ولكن اليوم يجب أن نعرف كيف نجري أو كيف نسير أو كيف نواجه هذه الأزمات في أي وقت هذه الأزمة ولكن يجب أن يأتي أزمات أخرين لتعلم كيف نعمل كيف نكونوا مستعدين لأي حاجة تقدر تواجهنا في المشروع الصغير ديالنا نبغي نعرف أولا أو كيف تأطروا الناس أو كيف أطرات هذه الأزمة على مجموعة من المشاريع الصغرى بطريقة زعما مباشرة نعم حسب من دوبيا السبيل تخطيط في المغرب أكثر من 70% دي المقاورات جدا صغرى إما توقفت بشكل نسبي أو نهائي يعني هذا هلش كانت تقصح بالزاف المداخل ديالهم نخفض بواحد شكل كبير لأن الأزمة كانت فريدة من نوعها كانت شاملة كانت تأثير كبير ولكن كان واحد الأسباب اللي خلت أن المقاورات جدا صغرى هي اللي تقصح بالزاف من هذه الأزمة قبل ما نهضر عليهم كانوا حجون نقاط مهمين ويتم تفاهموا عليهم ومتفقوا عليهم قبل ما نهضروا على كيفاش نواجهوا الأزمات وكيفاش نستعدوا لها نقطة اللولة هي أن الأزمة والأزمات دخل في طبيعة الأمور يعني في طبيعة ديال الحياة بصفة عامة كالأزمات لو ناس الغيوان مراحزين مرافرحان نرى المقاولة حتى يوحد كانت تكون في أحد الفترة ديال الرخاء وديال الناجاح وكيجي واحد الفترة ديال الشدة وديالأزمة شنو معنيتها أننا نقام نوباد الفكرة فاش كان نقام نوباد الفكرة تنكونوا مستعدين نفسيا أنا نجو الأزمات هاداك الشوك اللولاني دغيية نتجاوزوه وما مكيأترش عينه بزاف وما ندخلش في واحد الحالة ديال الترقب ولا ديال الكتئاب ولا ديال نقول علاجة هذه الأزمار وعلاج كسر كتلف لأن المقاولة بحال البوكسر البوكسر أول حاجة كيتعلم مرا مش يضرب هي كل عصا باش تلاجاتوا واحد دقة قصحة هديك الدوخة اللولانية غاب يدموك كيعود يتملك نفسه باش يعود يدير لغارد ويكمل ماتش دياله نفسية بالنسبة المقاولة فاش كان أعمل بأن الأزمة الداخلة في طبيعة الأمور نكون مستعد لها نفسيا باش نتجاوزوه النقطة الثانية هي أن الأزمات في نفس الوقت هي واحد فرصة كبيرة للتطور بزاف ديال المقاولات الصغار واللي هما كبار اليوم بدأوا صغار في لقية الأزمات بزاف ديال المقاولات والمشاريع الصغيرة وبزاف ديال الناس اللي كان عندهم طموح بغين ديروا مشروع ديالهم ما كانش عندهم إما شجاعة او لما كانش عندهم الشرر اللولة للانطلاق احتجت واحد الأزمية اللي دفعتهم باش يزعموا وإما يديروا واحد تغييرات جدرية او ولا يبتكروا شي حاجة جديدة باش يوجهوا الأزمة يوجد نقاط مهمين بزاف وكي يعاونوا باش الواحد يشوف بواحد طريقة اللي ما فيهاش واحد دراما كبيرة من بعد نرجع ديال المقاولات الصغار وعلى شد الأزمة كانت قاسحة بزافة اليوم السبب اللول وهنا ديال ناخد كاسكت ديال المستشار وكي نفس وقت مقاول حيث نكون شوية قاسح ديالهم قادينا هضرحت على راسي كم مقاولين مقاولين اللي كيصيروا مشاريع صغيرة كيده واحد خطأ كبير هو أن الأغلب ديالهم كيبقى بوحده كيبقى بوحدك ما عدوا ولا في جمعية مهنية ولا في جمعية قطاعية ما كينش في شي غرفة ديال الصناعة والتجارة ولا غرفة فلاحية ولا غرفة ديال صناعة تقليدية أو غرفة ديال الصيد البحري كشنو كيوقع كيس حابل يرى بوحده اللي كيعيش هاتش الأزمة في العالم كيس حابل يرى الحالة دياله صعيبة ودراماتيكية بوحده فاش كيكون كيعرف بأنر ناس كمين كيعشوا هذه الأزمة نعم أولا نفسيا هذه هذه قضية زعمة ديال إيمان كنرتاح وكمبدا نفكر مع الناس الأخرين في الحلول والمعلومة كتوصلني إلا كينش مبادرة تيكون تنسيق في هذه الجمعية المهنية إلا كينش دائم إلا كينش دائم إلا كينش مواكبة كينتتجوزوا هذه الأزمة كيبقى بوحدهم شنو معنيتها هو أنك تلقاه ما عندوش مستشارين مهنيين نعم مخدام مثلا بلا محاسب أولا خبير محاسب أولا غير محاسب مثلا وكينتنكمل الأمور دياله وكيدير الأمور دياله يعني كيسيرا بوحد طريقة عشوائية طبق هذا هو الغلط الأول علاش المقاولات أترو بزاف الخطأ الثاني هو أنقليل ديال المقاوين اللي كيستثمر في المقاولة دياله يعني في يامات الرخاء ويامات الربح تنقل راها تدخل الفلوس ما كيلا كنتدخل ولكن كنو كندير كنناخذوك الفلوس ما كنخليش واحد شوية في المقاولة يعني غير طابعي واحد المقاول تكون عندو دار ولا جوج والمقاولة دياله ما عنداش فاند غولمون ديال تلتشهر صعيب ما عنداش باش صرف تلتشهر غير منطقي وراحت قانونيا من المقاولة الصغار يعني القانون كيقول ليهم خلي واحد خمساف الممية من الربح ديالك كتدخلو كل عام في واحد الغيزاغ فليقال بحلو واحد الصندوق ديال الطوارئ طوارئ قانوني حتى توصل على الأقل واحد عشترة في الممية دونك بزاف ديال الناس مداروش هاد الامور دونك لقاورة صم عندو مش فاند غولمون والمقاولة ديالهم ما وقفاش على الصح من ناحية المالية تالت خطأ وده خطأ كبير هو أنه بزاف ديال مقاولين ما كانوش كيحتارموا الواجبات القانونية ديالهم ماشي غير التزامات لمن ناحية ديال تصريح الضم الاجتماعي أو لتصريح الضريبي وشنوقع فجأت الالأزمة الحمدولله الدولة ديالنا قامت واحد المجهود كبير وخرجوا بزاف ديال المشاريع بزاف ديال براميج ديال الدعم مثلا صندوق الضمان الاجتماعي قد يدعم الناس ليقوم الخدمة ومثلا المقاولة ديالك ما مدكلاريهاش في السيناس اساس ما كتدكلاريش الناس ديالك ما قدرش تستفيد منه ما تستفيد تستفيد منه بقى واحد المتياز ما قدرش تستفيد منه لأنه ما حترمتش الواجبات ديالك دابا خرجوا وسائل جديد تمويل يعني مثلا الضمان إعادة الإقلاع مثلا الدولة كتضمن حتى الـ 95% ديالك ريدي ومكا ندكلاريش كل شيء وفي جهة الأزمة وقلت لهم الله يخليكوا مرحبا سيديا نعطيكك شوية على الحساب الحساب مصنوع ديالك لا 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 غير تيقوا بي يا أنا را ما كونش كندكلاري ديالك صعيب نتكفيك دونك هذه العلاقة مبنيش على التقيقة ومبنيش على واحد العلاقة في المادة البعيد حيث في الوقيتها ديال الراخا ما فين كنبني واحد العلاقة وكنبني واحد تفاوض مع البنكي ديالي باش يكونوا عندي تمويلات دياليني ديالك خيدي باش تلاح تجي تواحد ما تلقاها واجدا دونك هذا الخطأ الرابع اللي خلا أنا ديالك هستكون قاسها و السبب الأخير هو الضعف ديال تسيير ديال العلاقة مع الكليان فش وقعت الأزمة بزاف ديالناس اللي قاوا رأسهم ما يقدرش يدر مع الكليان ديالو ما عارش كونهو ما عندوش تييفون ديالو ما عندوش إيميل ديالو ما عارش فين كاين ما يقدرش تغري يعيط لي ويسول فيه وكما نشوفو ما يقدرش تيبني معاش علاقة جديدة في هذه الأزمة باش يقدر يتجوزها هاد خمسة الأزمة بلي خلالت الأزمة تكون قاسحة بالساف على المقاورة الصغر واخا حنا كنعرفو بلي أزمة كوفيد-19 كانت صعبة على مختلف المجالات اليوم نبغيو نعرفو كيفاش ممكن وكيفاش نتعلمو الدرس من أزمة كوفيد-19 وكيفاش ممكن واجهوها وكيفاش ممكن واجهو الأزمات بصفة عامة أنا كنظن بأن واحد من نتائج الإيجابية للأزمة هي أنه سرعت بثاف ديال المشاريع وبثاف ديال المفاهيم يدخلوا في الراس منها أن الأزامات كيقدروا يجيوا وخص نكونوا مستعدين لهم قبل بالنسبة للمقاورة الصغرى والمقاولة الذاتية كان واحد خمسة ديال نقوله ديال وهناك نظروا الاسم حتية بين قوسين حتى مع مجموعة من الحرافية لديهم مشاريع إيئة بسيطة بطلق الحال كان نظر لما على حرايفي كان نظر مثلا واحد خدام بوحده كان نظر على الفخيناس كان نظر على تاجير صغير لأنها مقاورة صغيرة هذيك وفي هذه الأزمة أنا أشتب زاف ديال المقاورين صغر وغضي نعطيكم أمثلة لتباق الله عليهم نظروا واحد روح ديال الابتكار والإبداع اللي خلاتهم دابا يكتسبوا كليان جداد يحافظوا على اتقاد الكليان ديالهم وغضي يتطوروا مشروع ديالهم بزيان شاء الله من مرهد الأزمة أنا بأس سيد وعندو تريب بورتر كي يجيب لنا الخضرة حتى البطار هسبب ديال الدار مزيئة وبتشريب نستنى للسوق ما ما كتشيب نستنى للسوق كتشريب بقلب بقلب على المره جيبها نجان من الجملة وعندو لاليست وكي وصل لك للدار وشيوق عليه تاوى عندو دوبر كونتاكت ديالك وعندو الواتساب انتا دير لي واحد لكو منتكي يعيط لك ويقول لك سيدة ولا لا را شوف راكينا واحد تسلعج جدا شوف هاد ملوخية في السوق شوف هاد الحامد كيفاش يجيب واش نزيد ونجيب لك ولكن واحد يقوم من عندك مية درام يقدروا يقوم منتين درام ولا تلتمية درام دونك كاين الحل تحرك تبتاكر وتبيوت المرحلة الرابعة اللي يجب تكدير هي تطمئن ناس ديالك شوفوا في هذه الأزمة حد البيزنس مبني على التاقة في هذا الوقت تخذك تطمئن ناس بأنك تضبط الأمور ديالك بأنه الصحة والسلامة دياله مرات تخون كير بأنه ميقدروا يعولوا عليك أرامشي غداء يعيطوك في تليفون ميلقاوك طافية تنتادي بخيمة وقالس كتسنة همم همم تطمئن الكيام بأنه ميقدروا يعولوا عليك سلعات تكون متوفرة الخدمة تكون متوفرة آخر حاجة هاتشي كامل اللي كيوقعات تغييرات تخذك تتأقلم معاهم ودخلهم في طريقة تسير ديالك لابني كتجيب سلعات ديالك لكيفاش كتتنتجها لكيفاش كتتسوق لكيفاش كتتوزع وتتعلم من هاتشي جديد اللي يجا بزر ديال مقاولة تعرفوا شنه هو التواصل الرقمي وشنه لقاوا راسهم لقاوا راسهم كانوا مضيعين راسهم مش حالة ديالك حدك شي سهل بصح بصح تفق معك سراحة بعدها باش نواجهوا لهذا الأزمة هذه الأزمة اللي احنا كان اللي كنعيشو فيها وليلي عاشوها بزيف ديال الناس اللي اطرت على مجموعة من المشاريع الصغرات ديالهم غادي نبغو نختمو بسؤال الأخير هو يقدر إلى خدر الله يكونوا أزمات مقبيلة كيفاش احنا كمقاولة صغرات أو المشاريع صغرات نوجده المقاولة ديالنا أنا تواجد جميع الأزمات ولهذاك المشاريع الصغرات ديالنا ما يتقاش أول حاجة ما تبقاش بوحدك بقيتي بوحدك غادي تمحن نقصا نتشارك وحنا بشي واحد نخارط إما نخارط في جمعيات إلا قدرت يتشارك إلا عندك ظهر وقيتي شريك مزيئ نقدر ننظر عليش حلقة نتشارك معهم وإما تبقاش بوحدك دخل في واحد تضامن مع الناس كنا نضروع المقاولات التضامنية لما تبقاش بوحدك علاش بزر أجوز ديال الريوز كيف يفكروا حصل في رأس واحد الثاني حاجة تأخذ واحد الاختيار نهائي واش غادي تخدم بشافافية وبغي تطور مشروع ديالك وتحطر المتزامات ديالك ويكون عندك طموح تكبرها ولا غادي تزبقات أنت كتتقلب فين تخبة وفين تسلت وفين ما تحطرش القانون إلا كان هذا هو الطموح ديالك راديما غادي تواجه الصعوبات تأخذ واحد القرار نهائي خاصة بأن اليوم كان بزاف ديال الوسائل وكان واحد العدد زعمارة كبيرة بزاف ديال المؤسسات وديال المرامج اللي كترافق المقاولة جيد صورة الثالث حاجة الابتكار تقدر تكون الحاجة جديدة هي الخدمة حاجة جديدة أنا مصبعنا وكان حل ساعة قبل نستة ساعة بعد أنا مصبعنا كالليفريلي كابتكار أنا نجار أنا حداد أنا إي حاجة من هذه الحياة فاديتيات نسهل على الناس الحياة ديالهم باش يتطوروا رابح حاجة هي الماركة 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 شو معني تاكيما قلت واحد الخطرة هي التقيقة والحب كانت تقيقة في ديال الماركة وكان بغيها أنا بغيش الكوافر ديالي يصد أولي عارف كيفاش كسعاري وعندي واحد نخلانة أولي يصد حسين بغيش يبقى خدام يعني أنا غادي نعاونه ونا حالو نجيبلي معي الكليان قاع باش يبقى مستمر ويكمل كذا كان عندك ماركة قوية الكليان ديال غادي يكون معك آخر حاجة تخرج من المنطقة اللي راح ديرك بوفرش أن الأمور تكون مزيانة وما تنعش بس كديمة تكون تدير دوير زمان تكون فايق